إذا انتقلنا من الحديث عن البركة في أعمار الصحابة إلى الحديث عن البركة في أعمار العلماء السلف الصالح من العلماء فتجد العلماء يحدثوننا عن الإمام الشافعي مثلا الإمام الشافعي ملأ الأرض علما ملأ الله تعالى به الأرض علما ومع ذلك تسأل يا ترى الشافعي اللي ملأ الأرض علما ده اللي قالوا ما من طالب علم يمسك بقلم وورقة أو محبرة يعني وورقة وكتب في العلم الشرعي إلا والشافعي في رقبته دين معناه أنه لم يكن إنسانا عاديا فحضرتك تسأل بقى عاش كم سنة الإمام الشافعي قالوا عاش 54 سنة لم يبلغ التسعين لم يبلغ المئة 54 سنة دول طيب طلع منهم عشر سنين مثلا اللي هي الطفولة حفظ القرآن فيها وبدأ يتلقى العلم يبقى 44 سنة هم دول اللي تعلم فيهم العلم وعلمه للناس وألف وكتب عمر قليل الأمد لكنه كثير المدد لما ننتقل إلى عالم جليل زي الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى الإمام النووي وكلنا يعرف الإمام النووي كتاب رياض الصالحين اللي يعني ربما لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كتاب كتب الله عز وجل له القبول في العالمين مؤلفه الإمام النووي عليه ورحمة الله تعالى وألف المجموع في الفقه الشافعي وألف شرح صحيح مسلم وكتب يقال الإمام النووي الإمام النووي عاشوا عنده كم سنة وماتوا عنده كم سنة يقولوا ماتوا ماتا وعمره خمسة واربعين سنة يعني كل اللي عاشهم في الأرض خمسة واربعين سنة لكنه عمر فيه بركة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه يقولوا أيضا ماتا ولم يكمل الأربعين من عمره ومدة الخلافة بتاعته كانت حوالي سنتين ونص لكن ملأ الأرض فيها عدلا شوف العمر لما يبقى فيه بركة طيب إحنا عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يعطي البركة لأعمارنا إن العمر بتاعي يبقى كثير المدد إنه يبقى كثير العطاء من الله سبحانه وتعالى وإن أنا كمان أبقى كثير العطاء إبقى أعيش في الدنيا مدة قليلة بس ربت أولادي وعلمت الناس ووصلت رحمي وأحسنت إلى خلق الله عز وجل لما ألقى الله سبحانه وتعالى يحس من حولي أنهم تركوا أو فقدوا شيئا إنما إنسان عاش ومات فعاش لم يشعر به أحد ولم ينتفع منه أحد ومات لم يشعر به أحد هذا عمر قليل البركة ولذلك الإمام بن عطاء الله أيضا وهو يحدثنا عن هذه الحكمة يقول لنا من حكمته إذا بارك الله عز وجل للإنسان في عمره استطاع وأدرك في يسير من الزمن من مينة الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من مينة الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة المهم أن يبارك للإنسان في عمره من بورك له في عمره طيب